وخلا هذه مقطع الحالة والله هناك على النقازات لا يدقون عليها يكلمون المثلوث الربع الربع هو الذكر يكون مقاسه 14 انج إلى 15-15 ونص قلبي ياللي من هوى الدار متملق كل ما دار الهوى ضاء تخلاق كل ذكر بالحياة فيه متعلق ونسر عوده بصدري وبرق حياك الله يا بحمود وبرك السعاد والبقى يوم السيف يا مرحب الله يطول عمرك زان الجو وزانة المقانيس وزانة الكشتات الحمد لله اللهم لك الحمد حنب انتكلم يا بحمود هل الكشتات آداب وهل الطلعات البر يعني أدب في حتى المنزال وفي المكان الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على رسول الله أول شي حننا مسلمين ورسول الله ما خلى شيء إلا بلقنا عنه فمن نعمة الله علينا سبحانه يعني ما حد يحب يروح للبر يعني ولا حد إلا للهواية ولا الناس يوديهم البر معاناة عند الأولين تعب ولكن حننا فضل من الله نعمة علينا من هذه من الرفاهية الزايدة الحمد لله فضل من الله فأكيد للرحلات آداب وسنن والواحد يعني يكون عارفها لأنه لابد من الوسف المرفع الجهل عن نفسه اللي يصلي عارف شي يقول بالصلاة عارف شون تبطل الصلاة فالحمد لله الأمور انتيسرة عندنا فضل من الله ولابد نعرف الأمور الأمور واجز ما نتكلم عليها يعني بجلسة أو جلستين فهذه نعمة من الله أول نعمة من الله أننا يعني فضل من الخليج خاصة يعني وإذا جاء وقت البراد وينطرون على أحر من الجمر على ما قال وحسبون حساب مثل طلع أسهيل استبشروا وبصفري وبالوسم الوسم باقي إن شاء الله اللي يالي بسيطة ندخل الوسم موسم الأمطار سموها الوسم لأنه يسم القاع القاع تكون ما فيها شي يجي المطر يوسمها فسموها الوسم أصفري قالوا أن أصفري من 229 وقالوا أنه مع أسهيل أسهيل مسمينا أسهيل بسبب نجم أسهيل المعروف في كل ما عندنا الحمد لله أنه ما أنا أعتقد فيها قال يقول لا دلق السهيل لا تامنا السهيل يطلع السهيل يطلع بالجنوب السهيل ويبدي شوي 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 يرتفع فإذا طلع السهيل لا تامنا السهيل لأنه راح تجيك الأمطار الأمطار ما تجي مسهيل تجي من الله عز وجل لكن هذه مو باعتقاد وصفري سموها صفري بصف صفرار الشمس على وقت الغروب وقالوا بصفرار الجسام من الأمراض اللي فيها والوسم مثل ما قلنا وسم القاع هذه الأشياء اللي ينتظرونها الناس على نار أهل القناص وهل البحار والمزارعين والكشات ينطلع هذا الموسم لابد الموسم نشوف ما شاء الله استعدادات الآن الكشتات والرحلات كثرت فيها أبو حمود لكن أنت شفت وحن نشفنا بعض الناس ما ما يعرف وين ينزل في المكشات ما عد فيه خصوصية وما عد فيه احترام في هذا الشأن ربما جهل من بعض الناس ودنا نتكلم عليها أبو أبو حمود أبو حمود يقول العلم بالتعلم والعلم بالتعلم وكما قال رسول السلام حنا علمونا الأولين الشياء كبار السن طلعنا معاهم ما ننزل بأي مكان يعلمونا وين ننزل من الأمور الضريفة اللي سارت معانا كنا قانصين في دولة أفريقية وكنا خايفين يعني بدون رخصة وكذا وجاه معانا دليلة شايب وحط خيمتنا بيت شعر في شعيب وفي شغية لا يجه فالربع قالنا بروح نجيب أغراض من الديرة قريبة ونجيها قريبة حوالي ميثاثين كيل ماشين كيلو راح أول ظهر وقعدنا حنا سيارة وأربع شخاص فجهتنا غيمة بالليلة تمطر علينا أنا ما نمت من الخوف الربع نام وقرت علينا بيتها الشعار معانا خيام النومسيات هذه أنصح كل رعي بر ياخذها معا فدخلنا خيامنا داخل وقعدنا أنا جت الساعة ليه ثلاث الفجر ما نمت من الخوف أمطار ما أتشوف أنام وقعد أقوم أطل والربع اللي دشنام بالسيارة واللي دخل في الخيمس اللي بباقي يوم جت الساعة ثلاث وتكشف الجو الحمد لله طبع تنجوم وأدخل واحد راسي هنا هناك الصلاح تطلع الشمس ساعة ثمانة لربع الساعة سبعة قعدت الرابع صلوا 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 هم شبعانين نوم أنا ما نمت صليت الفجر ورديت نمت نمت نوم التعبان يوم قمت ساعة عشر شبعا نوم عشر أضح عشر عشر نمت لي أربع ساعات تساعة إلا بينه وبينه بيتها الشعار قلت من هذا ثمتار إلا تقول نهر يمشي العلم قال جاءنا مطر أقوى من مطر اليمس سبحان الله فسبحان الله أنه ما جانا شي أنا أطل معي ليت بالليلة شوف أخاف أنه راح يجينا راح يجينا حين بحارة راح يجينا السيل وشيل في يوم جاء بدوي الشاي قال أحطتكم مكان ما يجي هالسيل مستحيل شوف الخبر يش سوت وغل ننزلنا في مكان نزلنا فيه ما في حسن منه يوم جل جرة الداب هلابد أول شي يتعلم من كبار السن ثاني شي يتعرف أثر الحيوانات يجيب جرة داب جرة عقرب ما سيننزل أبي مكان فمن الأمور اللي يعني تضحك وتدمع على العين اللي يحطون في مكان ما مش الشعيب ولا يقوم الصبح يجبون سيراتهم الغاز بطر الغاز رايح فرشهم رايحة فلابد من التعلم أول شي والسنة أذكار أذكار الصباح المساء النزول عدونا ثلاثة تمات مشري ما خلق إذا نزلت في مكان الأذكار هذي تنفعك ورسولناها في نزول في مثلا في الأودية في الطول الأودية نهر سامعنا هذه فلابد أنك تتعلم لا يمكن أنك تتعلم إلا تبيتجرب عقب ما تباه هذا تعلم ما يصير فلازم تعلم من كبار السن وبالنسبة احنا احنا تكلمنا عن مواقع اللي ننزل فيها وقتها بس الحين ما شاء الله الناس اكثرت والكشات تواجد فما يجي وحط عند عائلة قريبة وكون حذر في الأمور هذه تجنب عن العوائل وأجي لي في مكان بعيد عن الناس وأحط معاي مثلا الذرة هذا وحين الحمد لله الأمور تسهلت إذا نتكلم عن المكان اللي فيه ناس عوائل واجد وفيه كشات واجد فما أجي وأنزل على ناس وهم نازل جاء جباني وبينهم كيلو لـ 500 متر يعني فالأمور هذه لابد منها وبعدين يعني يكون اللي بيروحون رحلة مثلا يحطون أمير عليهم يستشرون ممكن الواحد يبدي راية زين ابو حمود يقاس الأمر هذا على أهل الحلال يعني قبل نقول عشرين سنة ولا أكثر إذا راعة الحلال نزع ها شوف العين زعل عليه قال شوف وين نازل نازل بمفلاي يزعون الحين الشي قثر فما فيها مقياس قال لأنك تستعد من اللي بتنزل عنده تمر تشوف راعة تقول يا جماعة أنا بنزل عندكم بنزل عندكم لأن اختلط الحابب النابل على الأرض صغيرة وأنا يعني أشرح على اللي يشرهون على الدولة الدولة ما قصرت عنده أخطاء بس أكثر المكانات يا تلقى يعني حدود أو تلقى مشاءات حنا ما اللوم علينا حنا والحكومة ما في روح تعال عنده أخطاء فيقولك ما عندي مكان عشرتنا في المكان أفلاني قبل يعني قبل ثلاثين سنة نطلع ما نلقى راعي غنم واحد أو اثنين حلال يمكن نأخذ لنا خاصة شمالة كويت ما تلقى بدوي الحين متروس فالشي زاد عن حدة ولا لا ضوابط استئذان لا بد انك تستئذن من اللي بتنزل عنده جماعة أنا بنزل عندك مقريب جماعة تربحط مخيم أشوف أجي حق المخيمات يا جماعة شمخيمكم عائلات لا والله عنا عوائل ما تصدع تروح عنهم بعيد ولكن الشي كثر والديرة صغيرة حتى يعني حتى في سعودية إن شاء الله يبارك فيهم كقدر الحلال فيها فهذا أمر ما تقدر تربط الحين إن شاء الله يزيد يبارك لهم إن شاء الله زيني وبحمود اللي يخلص من مكانه بعض الأحيان نشوف بعض المخيمات ولكشاته يقوم من مكانه وعفيز تموجوده التقصير الأول على الكشتات هم تقصر وتقصر الثاني على البلدية أو اللي يطلع في البر بعض الدول أي واحد يخيم يأخذون هويته وسجلون عليه ويأخذون منا مثلا مابلغ ويحاسبون إذا شاء من مكانه ولكن أنا ما لوم اللوم علينا كله هنا في البر وفي خد ما يطب أحد أنا يقول لك أرض بكر ما جه أحد بالمرة ما طب أحد يعني ما جه اللي حنه في أفريغي والديار هذي وقوم نظف مكان يعني خاف أنه يجي شيء من حلال يا أكل فلابد أنك تنظف مكانك فالتغصير أول شيء من حنه يا المواطنين اللي نكشت أول قوانيص اللي تلقى العلب قاطين تلقى عنا في كويت هنا آخذ إغراضي الله عزكم وحط لي زباله وأنا راد أنا أترك أقرب حاوي أقطه فيه اللي مكانات بعيدة ما حولك أحد أد في مكانها أحرق أحرق بالنار ما أخلي الأمور هذي كلها الحين إذا إذا الحكومة شدت راح نمشي سيد إحنا فالتقصير من ناحيتين المخيمات لما تقنص وتمرك على مخيم قديم راح صبات الله عزكم مراحيط يعني شيء ما نقدر نتكلم عليه فالتقصير من ناحيتين المفروض الحكومة والبلدية واللي مختصين يسجز المخيم وحاسب وإخوانكم القوانيس والكشات والله أن يقنصون معنا الشيوخ والله أنهم يقوم نفسهم بنطفون والله أنا حلف ما حد حلفني صحيح يقنصون الشيوخ ورياجي الكبار فيقوم ينقطون الباقي كله وحطون مشيس واللي حرقون فيه فيه فالتقصير من ناحيتين من ناحنا من ناحنا أساسا ناحنا الكشات والرحلات ناحنا مقصرين بكل شي نحيب الآخر أخلاق الشخص أخلاق الشخص اللي تحكم زيني أبو حمود الخوي في الكشتات والرحلات شنو الصفات الحميدة لهذا الشخص أشوف أهم شيين أهم شيين نتكلم عن رحلات طويلة ما نتكلم عن اليومين وانتراد أهم أهم شي اللي ما يزعل نفسي تقاشر هذا يتعب ربع ويتعبوه نفسيا والشي ثاني يلكرم واحد مرح واحد نفسي تقاشر مزين أهم شي ما يزعل ربع المقناص أنت مجابله هذين يوم خمسة عشر يوم عشرين يوم لابد أنك نفسي تقاشر ونفسي تقاشر فأهم شي اللي يعينك على طاعة الله ويذكرك في الأمور هذه وهم شي اللي ما يزعل ولو سيع على ربع يردينه كيف يزعل بس بالمقناص لا والكريم اللي ما يعني تلقى بعض ربع يصير محتاج ينقص شي تقل القطية مع ربع فما يقصر من دام مع فلوس يدفع فالأمرين هذول أول شي اللي يعينك على طاعة الله والشي ثاني رجال كريم والثالث الخدوم لخدم ربع يعني ما فيها ما فيها يعني ما فيه الرجال ما فيه شك طبعا هذا الأمور هذا اللي أهم أهم الأشياء مثل يعنيك عطاعت الله الخدوم الرابعة الكريم واللي ما يشرح الرابعة أزع عليهم فيه فيه مواقف على هذه أبو حمود صير واجد صير واجد بس إذا كنت ما انشاك بروفيجك وطارت أحباره وسفلت فيه وناجرته ياخدت شوي للأمر طبيعي يعني أدري إنك لا تنفعل أدري إنك لا تنفعل جيك رجال تلقاه منفعل طير راح عليه أحباره ولا ما نام عدل ولا رأسه مصدع ما أجي أرتكي عليه وليه رفع صوته على ما قال لو النظر مني أغضى نظر عنه فهذه لابد منه هذه لابد منه تصير مواقف واجد ولو نتكلم ما نخلص نعم زين على طارية الحبارة وما الحبارة متى وقتها في الضوط الحبارة هي تبدي يعني من دخول سهيل عبر يعني من الشهر تسعة يحبور بس تغير الوضع قبل الناس ينطيرهم شهر عشرة نص عشرة وراء الحين ينطيرهم باتشر جينا محوش فحبارة عبر من بداية البراد يعني شهر آخر تسعة تلتلقاها ذكر ومن عشرة بس يكسير أكثر وقت عبورها عندنا في الكويت من شهر خمسة عشر عشر وانت رايح شهر عشر زيد عبورها خمسة عشر وانت طال ايه تكثر عندنا طبعا تقلت أحبارة ولا لها مكان تنزل فيه لا شجار ولا شيء إلا في المحميات وقلت جدا قلت أسباب انقراض أحبارة يعني للأسف الناس يحطون اللوم على الصقاقير لا شك الصقاقير أو اللي يرمون أحبارة لهم سبب لكن من الأسباب الرئيسية اللي بحثت عنها وصار للمدة بحث عنها وليش السبب السبب الرئيسي العمران كبرة المناطق اللي فيه مكان الحبارة اللي الحبارة تبيض فيها وتفرق فيها هذه من أسباب الرئيسية أي السبب الثانية وصول أهل الصيد مكان تكثر يعني لو تجير عندك مقر ماي يصب ماي لو ما يضر الماي إذا صار صائل تأخذ يتبي بس تروح عند رأس وتأخذ الماي كله نف تحط لك سد عميت على الناس كلهم فهذه من الأسباب العمران أسباب صيدها في مواكره يعني قبل أهل أهل المناطق هذا يتفرق حبارة ما يعرفون حبارة ولا يبونها أصلا ما عنده شيء صد حبارة فيه مثل وين هل ما كان روسيا الصين باكستان إيران هم هم اللي يوصلون أهلها أهلها تفرق عندهم حبارة ما يدرون عنها ولا يبونها يعني قل فقر ما دروا عنها ما هو الأهل الحين صاروا عندهم بنادق وعندهم مطل وعندهم شواز أنت يا الروز الدول اللي ذكرناهم بالشمال هذا صار هم يصدونها يصيد لخمسين أحبارة سبين أحبارة بيوم والصقاقير اللي منحنا رحوا لهناك هذه من الأسباب أسباب الثانية يعبورها تعبر تدعم لها تيل تقرصها عقرب يقرصها داب تدعم لها سيارة بالليل فالأسباب الأسباب الرئيسية اللي قلنا ذكرناها هو شيء والصقاقير لا بد أنها الرامي البندق أما هد الطير عليها إذا واحد قال لك صدت خمسين أحبارة رعرفني رح عليه مية أو دابل مية وخمسين شفنا سابع صدنا وحدة فالطير أما الرامي لا والحين الحمد لله يعني الصقاقير الله يجزاهم خير استوعبوا وقليل نادر أحد يرمي الطير وصارت عندنا عيب قبل خمسين سنة هذه السنة وراء قبل القانوس يا قانوس المنطقة تقافيها صقار وصقارين المنطقة كلها والفريت تقافيه واحد وكما تلقى ولرد من المقناص لابد أن يجيب يدام الجيران يتحرون الجيران فكان يجي يصيد لخمسة عشر حبارة حبارة يجيب يصيد أمية حبارة يجيب كان الناس جواع اللحم ما يحصل له من لحم ونفس الحين فضل من الرحم فلا الوقت حين تغير فحتى عندهم عذروب ليش ترمط حبارك الحبارة عيب قبل عادي عادي الحين عيب الحين حين صار عذروب عيب شون ترمي طيرك حبارة قلطان يرمونها بظروف يعني أنا أقول لك مثلا إذا سرد كانص خد ولا معاك يدام والحمام الحمام عندها ما ذبح هناك رخاف عليه الحمام يضيع طير يستنكر طير ولقلت لك حبارة والطير ما قدرها قام يردها عليكم أرميها للطير وارميها لنا حنا يدام ما عندنا لحم يعني في البر ما عندك صيد أول الطير غشيم وتعب طير رميها حالتين ونادرات جدا يعني قليل أحد يرميه فالحمد الناس توعب أحبارة ملونة ولكن قلت أحبارة قلت يعني أكثر من 70% من قبل الغزو قبل الغزو كان يقولون بعد قليل أحبارة فسبح الله للغزو قلت وسبت هذه الأمور لتكلمنا عليها أجل بينكم وبين أهل الرمي الرجزام خير أهل الرمي إذا شاب أحبارة ما يرميها إلا الشباب اللي ودني ولكن أنصحهم وطلبهم أن أشاب أحبارة لا يرميها يدق عليك يدق على أي صقار شوفة الطير يصيد أحبارة لو الطير والله عندي لو يصيد هواشري وحش هواشري نوع من الطيور اللي ما لقيمة يعني يقيم تقليل وحش يصيد أحبارة قدامي يحسن ما يرميها يعني أحبارة والطير أفضل من رمي لكي الأحبار دق على أحد يجيك يهد عليها وانتشوفها المانظر رميتها بندك شنك رمي لك طير صغير وهذه تعتبر آداب المقناص لا شكل هذا من آداب لا شكل من آداب صح زين حتى الرمي لها آداب أيضا أبو حمود لا شكل رمي يعني أنتو بينكم بين بعض كصقارين ورماية شن الأداب اللي بينكم البروتوكولات اللي بينكم والله هي أول شي التنافس هو اللي ولكن قل الصيد الحين قل الرمي قبل يعني أكلمك قبل من التحرير قبل الغزو بالتحرير لألف 2010 لأي 99 تقريبا إذا شاف أحد داش معاه شوزن وعنده جول ولا داش له فيضة صدر يرمي لحمام إذا شافه صد عنه وراح خلي هذا قانوستان أيام قبل إذا شافوك داشت لك فيضة صدر وانت فيوك حمام ولا عندك جول قطة ولا عندك جول دحريج ما يخرون عنك ما يجونك الحين لا ولكن عنا من هذا المنبر الله يبيض وجهك على يعني ضافتك لي والي أشهر وإننا نوصيهم يعني شفت القانوص شفت يعني ما عندي حبارة أخلوها فهذا الحمد لله موجودة لا شك أنه فيه أمورة فيها شواد ولكن الحمد لله أنها ولكن ننصحهم في هذا المكان أنه يشفت قانوص صد عنه مستدعاك في زعلة ما خالف أوخر عنه أما الآن تقريبا شوف يختلط الحابل بالنابل نسأل الله لا أفو لا أفو نشوفهم في بعض المغاطة عشرين ثلاثين سيارة جايين على أحبارة ولا جايين على كثراوها على صيد كثراوها الحمد لله زيني ومحمود تفضل الجير ولا الحر في الوقت الحال وقبل السؤال هذا في شي نادر كل صقار يتمنى الطير اللي يطلع ويلحك طبعا هذه تصير في الحرارة أكثر شي إذا صار عندك الطير يطلع ويضايف الطير اللي يطلع يشوف أحبارة ويتخشخش ولو ما عندك جر يكون الطير يحارس يدور أحبارة يسمونه طلع اللحاقة اللي صيدها بس رأى وقت سريع اللي يضايف أنا نتكلم لنا أكثر يمكنني مشاهدي ما يعرفون المفردات المفردات اللي يضايف إذا الطير طلع وراح لأحبارة أحبارة الطير كان في مكان شجر يضايف شنو يضايف كان يزل عنده هضيف يضيع أو يوقع عندها قريب فيسمونه يضايف هذا ما يتقارن بثمن هذا كل صقار يحب الطير هذا أما في وقتنا هذا عندنا نقول شنو أبيور أسرع طير الجير الشاهين هذا مبدع أنا أيد بالجير الشاهين أقول اشتر جير الشاهين ونتم غمم ليش في المميزات أول شي سريع ثاني الشي تحمل وطير شجاع فيه شجاعة مطبيعية ويصلح نحن يصيد لك روان وصيد الحبارة فالجير الشاهين يعني أبدع جابوا جير الجير نوع من أنواع الصقور السيبرية يعيش في القطب الشمالي حجمه كبير وسريع جدا والشاهين زوجوهن هجنوهن تهجين طلعوا لنا الجير الشاهين هذا من أبدع ما يمكن هذا يصلح ولكن القانوس اللي يحب السقارة أو الحملة أنا رابع خمس سيارات ولا ثالث سيارات ولا أنا خمس رياجيل لا بد سير معك طلع الطلع من الأمور التي أذكرها انتناقش كنا فيه مع الشيخ ناصر صباح الله يسكن الجنة ويغفر له كنا انتعش وانتناقش وقت العش لا أفضل اللحاق ولا اطلع فكثر الجدال معنا لا لا حاق أنا أقول رايي نحب الله اطلع قد يقول نحب الله لا اطلع أحسن الله حاق فكان موجود الله يسكن الجنة سعيدة سعيدة أجويس لله يغفر له أبو علي صلى الله يغفر له صقار وشاعر صلى الله رحمه ومن أني استفتت منهم وكاني أقنص مع الشيخ ناصر فقلنا يا ربي يا أبو علي موجود هو الرجال أقول الله يغفر له قليل كلام فقلنا يا أبو علي ما رايك اللحاق ولا اطلع قال جملة عنها النقاش قال أنا بيطير يدور الأحبار ما روحنا ندور الأحبار بطير هو رين أحبار ما روحنا ندور الأحبار فقلنا أنتهى النقاش النظام اللي قبل هو الجيل غديم الله يسكن الجنة يا أبونا اطلع يا أطلع على الطير وقام الحبار حد رجلهم في البندك هذا الجيل غديم توفى أسا الله يسكن الجنة فلابد من اطلع واللحاق والجير والشاهين بعد الشاهين مو شوية الشاهين اللي شفت هنا يقول رايي الشاهين كل ما كدر صيد عليه توفر ويعني هو اللي لحين ما قلع نسبة انقراض الحر يمكننا خافوا عليه حطوا اتزامات بالسايتس وبالغوا فيها خص يعني عندنا بكويت فالشاهين يمكن أكثر عبور من الحر واللي تفضله جير شاهين الآن الحين هو طير الصيد جير الشاهين هو هو طير يركض وتعلم الركادة وتعلم الطلع وطير قوي وما تروح براه يصيدها بسرع وقت يعني جير الشاهين الحر النادر غالي ومو موجود يعني اللي حصلتها غالي وزو إذا حصلت متفضل على الجير الشاهين اللي يطلع ويلحق مبقى جير شاهين مبقى سيبيري مبقى جير مبقى عواكري الجير الشاهين اللي يطلع ويلحق هذا شي ثاني ولكن الحر لح الحر لحيبة والمقناص معك كأنه واحد من أخيك يعني راقد وتلفت معك كأنه يفهمك الحر الحر لها يعني نمونة غيرهم عنهم كلهم الجير لها طبع غير طبعنا أما الحر الراكد الطلاح هذا ما يتقانب ذمن ولكن لو تقول لنا عندي مقناص وراك مقناص صيد واخذوا حوش يعني حر وحش جير وحش جير شاهين وحش شاهين وحش يعني وحش ممتعلم ليه أنت أخذ تعلمة يعني أخذ جير شاهين ما شاور لو يجيبولي الطير سيبيري هذا أقوى أطيب نوع هذا أسراح ويجيبولي حر طيب وجير شاهين طيب وشاهين طيب أخذ جير شاهين بدون نغاش ما فيه مع أن السيبيري والجير الشاهين أصعب منهن السيبيري يخلى سيبيري غالي ويعني ونادر جدا وسعره غالي بس أنه مو بنفس تعاملك مع الجير الشاهين الجير الشاهين تعلم مع الطالة يتعلم ما يتنكل بعض طيوبة طقة أحباره يخاف الجير الشاهين ما يخاف أغلبنا تكرم معنا الأغلبية فالجير الشاهين ما فيه مثله زين أبو حمود مسميات الحر عندنا شنو؟ حنى الحر أكثر من مئة نوع أو مئة جنس يعني أجناع السمون ولكن امتازة وهل الكويت الشياب من الأولين يعني قبل ما أدري مئتين ما أدري بالضبط كم بس سنعطي كيرانتي أكثر من مئة سنة وزود القصايد هي اللي تثبتنا القصايد القديم فحنى الكويت يعني غير عن خليجة الكويت تنطرح عندها أصقور تنطرح فيها أصقور لما واحد من رابعك يشتري السيارة تقول فلان شارع مورسيدس أنت الموضوع ولا شارع جايبتي وتعنسل أنت الموضوع الكويت يعبرون عليها طيور ستة أو سبع نواع طيور الصافي سموه عندما أذكر سامين عقبة والصفة الصافي والفارسي والشامي والجرودي والشمالي والسنجاري والوكري البحري وكري الحرارة الوكري البحري والوكري العادي والشياهين ثلاث ثنتين بحرية وجبلية والشهانة والألوان هنا ثلاثة ألوان السودة والحمر والبيض فأهل الكويت القديمين يقول فلان طرح لطير صافي هذا الجنس أشعل أشقر أبيض حمر هذا شي ثاني فالصافي سموه صافي ممكن نعينك في بعض الصور الصافي اللي ما فيه دعوج خط أسود تحت عيونه ولا فيه شتوت ولا فيه دق ولا رش بالظهر ما فيه بقع والعمد أو أعلى ريشتين في الطير ما فيه أي شي سموه مسوح العمد أو طارق العمد هذا سموه صافي لأن صافي ما فيه شي الفارسي يمكن نسموه على فارس مع أن الطرق لديهم من فارس سموه فارسي مشدد فارسي أشقر أشعر أبيض ما نتكلم مشدد يعني يصير في الريش فيه شتوت كأنه يعني مربوط شد كأنه فيه مشتوت وذنباي السوري ممدع على الودع اللي في البهر طعونا بيض فالجرودي مخطط السنجاري كان يطرح السنجاري ينقرب يعني يقولون أشياء كان يقولون أفضل طير أو أندر يعني عدد فيهن قصد أنه أقل وغالي سعره ونادر طبعا يطرحون يطرحون عند يطرحون يمكن عند سنجار أو تشبيه السنجار لونه أسود والشمالي يختلفوا فيها الصقابير معلومة يعرفون الصقابير الخضر مدعج أو اللي يطلع عادة الوصاف هذي موجودة يجي طير غيرهم ما أخذ يقول الطير هذا له الشمالي يعني يقولون تأطير والله فيه رش له فارس يوصفون التوصيف ثاني عم يدقاك شامي شامي فارس هذا عندنا حني هالكويت السوق خلانا يرتبط السوق طيور خلى لو ضاع يعني حتى الخليج قاموا ما يعرفون شونه شامي ليش سموه شامي لأنه فيه شامات بظهرة ليش سموه جرود يشبه الجرادة هذه المعلومات هي دخلتها هالكويت علمونا الشياب الأولين وهذه اللي صارت عندنا بالكويت مسلمات جنس الصقر ولا أنواعها كثيرة بس هذا اللي عندنا بالكويت بس يفرق بس اللون هذا ولا مثلا ما تقولون والله الشامي أفضل من الصاف لا أو في أحد لا حنا الصيد له كل طير له يعني على فعله ولكن السوق يحكم الصافي أغلى من الصافي غالي السوق يعني لها ميزات الاشكر أغلى من الأشعل أغلى من الحمر الأبيض الألوان فيه هذه الصافي تطير فيه ألوان ألوان مثل الأبيض الأشكر الأشعل الحمر يعني مسميات واندرهم وفضلهم الصافي هو اللي أغلىهم أي لون بالصافي؟ يصير خاصة صار صافي وريشة مغتر يعني فيه بياض رأسه أبيض حركاشف الصافي أغلىهم الصافي اللي صار بعد أشكر ولا أبيض ولا أشع يصير غالي زينبو حمود يطرحون الطير في الكويت لكن من تعدى حدود الكويت يطيح نصف قيمت ليش؟ مو الطريقة شذي لا الطيور اللي تجي عابرة بالكويت والسعودية وعراق تنطرح عندنا هنا يكون عابر مطروحة اليوم هذا يصير سعره غالي لو تجيب الطير مطروحة بكويت أو بالخليج مطروح وتجيب طير أخوم ونفس أخوه من أم وأبوه نفسه مجيوب من ديرته روسيا ولا مجيوب من إيران ولا شي تلقى هذه طلحها كويت أغلى هذاك مطروح سعر الله من أقل أقل شي سبوع عشر طيام وجايبينها تهريب ولا جايبينها مسكينة هذا مطروح عندك فهذا الفرق ولا حين أغلى الطيور المنغولية وأقوى الطيور وأشجع الطيور وأسرع الطيور المنغولية أبدعا في الحجم والوزن فالمنغولي أفضل في الحجم هتلقى سعر أكثر من سعر إلا على الطورة نادرة الطورة الخليج ما تصير حجامها كبيرة ولها كل طير لها مقاس الوافي والمثلوث هذه بعد لها مسميات راح أسري عليها جدار قوي ولكن أصير خلاف في نص طيري وافي زين طيرك 16 بس وافي طيري شكونا الأولين يضع طيرك شا تقول قال طيري طيري أشكر قال يضع شا تقول قال يضع طيري لا يدي وصف دقة يحبون طيرهم يقول الله طيري وافي يوصف دقة من حب للطير فمستعلي ذم طيره وطيري وافي وليضع طيره قال طيري ترى على حد الوافي مثل وث فبعد هذه المسميات طويلة الوافي والمثلوث والتبع وافضلهم وابو حمور الوافي الشم 18 أعتقد نبين نوصف وخلها هذه بمقطع الحالة والله هناك عن نقاشات لا يدقون عليها يكلمون المثلوث الربع الربع هو الذكر يكون مقاسه 14 إنج إلى 15 15 ومص إلى أقل من 16 هذا التبع يسمونه أو يسمونه كوبج المثلوث من يعني يتعدى 15 ونص 16 إلا إلى 16 ونص و16 ونص إلى أقل من 17 إنج العرض والطول يعني يقسونه بالعرض لازم لازم حمل بس أعد الله عينك فال17 اللي أقل من 17 16 ونص يدخلونه بوافي إذا كان مثالة طيبة كان رأسه كبير يديه كبار جناحه طويل ولكن أقل من 17 ما ذلوث فوق 17 17 ونص هذا ينقال لوافي اللي تعدى 17 ونص سمونا مدبق مدبق كبير حجمه يجيك واحد يقول كان أراي أنه 16 ونص وافي أنت رأيك كيفك هذا رأيك أنت بس اللي يفرضنا ويجبرنا السوق تقول والله عندي طير وافي تودينا طير 16 وقلت دازل يطير مثلوث أرد لك مذلوث 16 ونص فالسوق حكمنا وخلانا نقول لنا 17 وافي 16 ونص مذلوث 17 ونص وفوق مدبق هذا السوق اللي حكمنا ولا كل يعني حنا عندنا بكويت الطيور صعب يجي 17 يطرحون يطرحون بس قليل فعندهم يقول 16 ونص وافي عندنا وافي الطير وافي فاللي حكمنا السوق هذا اللي حكمنا فحجام بضيور نعم ابو حمود قنصت ما شاء الله لك كل مكان والله قنصت دول معينة الحمد لله يعني قنصت مثل موريتانيا ومالي المغرب البوليساريو صارة الغربية قنصت الجزائر وكثرة بوليساريو هذي وين بوليساريو زعين أخوانا المغاربة سموها الصحراء الغربية والمغرب يعني ما شاء الله تطورتها سمونها الاسباني بوليساريو اسم الظاهر اسم اسباني فموجودة بين موريتانيا والمغرب فيها بدو اللي حين اسمها بوليساريو النص اللي على البحر السحراء المغربية يعني نجيهم على حدود ما عندهم شي بدو ومالي وبين مالي وموريتانيا ناس أعراب ما يعرفون شي لا يعرفون السيارة ويعرفون شي من الأمور الضريفة لقناها بدو أخوان ثلاثة صغير ما شفته وقام على ذلول عشانا لموقف ذلول البعيد وكان يمشي الذلول الناقة تخاف من السيارة ما تعرفه حتى يجي نلب تهج كان هضباء فهجانا ويمشي حافي وهدومه متقطع صار الله الشهرين طالت تشري عنها هلا ما شاف هلا وكان نبت الحاذ واسمونا السليجة وحاذ ويدوس عليه حافي والله ما التفت رجولا متعودة خلص سلمنا عليه قلنا شفت حباري قال شفت حباره حباره قلنا شم كيلو قال ما عارف كيلو شفت يعني يعني الطريق هذا سيدة حلو حتي جاه هذا قلنا شم كيلو قال ما عارف كيلو شفت سألت انا عد نسيت سألت الدليلة قال لشوفتين ستة كيلو او شوفها ستة كيلو شوفها ما شاء الله وانا نسيت المهم والد عمي احمد احميدي احباني ابو بدر كسر خاطرة ما يكلمنا يغطي هدوم يخطي نفسه ما عنده هدوم تقطع قاموا عطاه دشتاشة الدشتاشة فيها مرش الطير مرش الطير نجس اذا حاش لازم تقسله فقال له قسل هذا لا تصلي فيها قسل يا مطا دشتاشته قلت له تعال انا عندي خبر الاولين الشابنا الاولين الله يغفر لهم يسرح في البل يخذها شهر ما يذوق الماي على حليب البل فقلت لك كم يوم ما شرت ماء قال شهر ما شرت ماء شهر كامل من الغريب قلنا مرحوا عندنا امرحوا عندنا وجينا عشناهم بالليل قمنا الصبح قلنا مسويلهم دحل مسويلهم دائرية زبر صغير وياهم أخوهم عمر خذها التحسنة نعمين في دحل بدون فرش بانينا بنيا حافرين حفرة حفرة مدورة وقل نفس الطاسة أو نفس صحنا لكل داشين ثلاثة متحاشرين حنا سليبباقات وشباء وجاكيتات وهم نايمين الشهرين ما شباه لهم بينهم وبن أهلهم أكثر من 200 منين كيلو ثلاثين متكيل يا سبحان الله بدو أعراب ما مر نزلنا عند شيء بلا طلعونا يا صغار واجد أثنين حنا عند بدو ما أدرنا عنهم تغدينا وخلصنا وعطناهم من أكلنا دقيت هرن كأني قاطلهم بينهم قلت بدينا دقيت هرن قاعدت بجوون ما يزلش السارفة فالحمد لله حنا في نعمة هدول جنالنا هدول يعني أعراب صحيح هدول جزيرة العربية انتهت العرب ما أظن فيها عرب هذا هذا وصلنا الحين بولي رايس وإيه بلوساريو بلوساريو ومالي وموريتانيا وغير هنا بحمود قناصة المغرب وقناصة الجزائر أفضل من قناصة الجزائر أنا بس هل كانت أفضل مكان أو أفضل أرض هي الجزائر شوفا الصقار يحب الأرض اللي فيها أحباره إن سارت في القمر فعنده أفضل أرض أحبار هي المقاس على أحباره إن سارت بس إذا سار أرض سهلة تصير أفضل أرض مغناص وحلوة وشارحة تصير أفضل وإذا سارت أقرب تصير أفضل ربعت فإذا مثل عراق والجزائر إذا كان كلهم فينا أحباره الأقرب أفضل ولا تقول لي عندك أحباره لو تقول لي عندك الجزائر ولا عندك مثلا روسيا تقول لي بابيان فيها ألف أحبار أو تصير باليوم عند بابيان أحسن لو أنه أصباخ فالقياس أساسا أحباره وكأرض يعني مثلا لو نقارن بين المغرب والجزائر شو تفضل بهم؟ الجزائر الجزائر فيها أماكن أراضيها بالحلم بالحلم يعني شيء عجيب عجيب سبحان في أرض حق نصها ما فيها أحباره واجد بس أحبها وشرح فيها ضبي ورنب وحبار أحباره نلقى ثنتين ثلاث واليوم صيد وحديثين لا نصيد لا نصيد شيء بس من أبدع المكان اللقنص فيها الشرحة وقفر وما عندك أحد بالجزائر بس ما رح أقول اسمح أحنا مقانيص مثل أهل البحر لا يعلمون لا أنا فيها البحر خبرة تقتلون ألبر أهل بحر أشد لنا حق واحد يقول واحد من رابع يقول سألت واحد تولد عطني القطع اللي تصيد فيها قال فيها أحد تدلك مكان بوكة مستحيل أهل البحر شوية شديدين والبحر هالأصال فين وفيهم صبر وفيهم وسعت بال علمنا من أهل بحر الجلادة أهل البحر أهل بحر يعني ولكن القياس كله حبل أخيك ما تحبل نفسك ماذا أنا أقول للربع وإذا أحد تسألني يوصي وإذا أحد أقال أعطيه الدليل اللي يثق فيه يعني بعض الناس يقول لأني يقول والله يعني ظنني أقول لأني والله ما تشذب عليك أقسم بالله ما تصلح مكناص فالحمد الله أني أحب أخيك أحب الأخيك ما تحبل نفسك فأنصح ربي وإذا أحد بغيروح أن يوصيه وعلمه وإذا عند دليلة بلغة وأعطيه رغم الدليلة الله أزاك خير يا أبو حمود زيني أبو حمود الصيد الجائر يعني يعني بعض الناس حتى طيور ما توك لترميها حن يعني أهم شيء أهم شيء سألنا من غديان الله يسكن الجنة حد علامة سعودية كوراية علامة قال يا شيخ حننا نحب الرمي ونرمي ونصيد طيور واجد حبا للرمي بس ناخده ونعطيه نهل الصقور قال شدي جائز أما ترمي وتقطه وتأكله ما يجوز والله أصيد لي ألف حبارة وقطه بعض بعض اللي يقنصون حملات يشرون عليهم الشيوخ يشرون عليهم جماعتهم هلا بد أنه يجيب هدايا بس ما يصير جائر بالصيد أصيد الصقاقير طير أصيد 24 خاص يوقف الصيد الجائر اللي يصيد ويرميه وصيد ألف يثلج مدد شهر على باقي قطة فالصيد الجائر هو اللي هو الخطأ الكبير الصيد الجائر الصيد الجائر يعني هو اللي الحج الوحيد اللي نحن نتقبله ونقدر لا نقدر نجحته قال الصيد إدامك اللي يروحون يقنصون خاصة هرمون صيد 1500 قطة صيد 1000 أحبار يعني ما ما الله الشي بتسو فيه لا لحنا في جوع الأولين مثل ما قلتلك يصيدون يا صاد ردهم من قناة شاء ما عندهم متثليج وزعوا على جماعتهم الناس تبيلحب الحمد لله في خير ونعمة فأنصح أخواني وعيالي الصقاقير وهلقان صر الماية يصيد على إدام فإذا رح نلبر أشهد الله إذا رح نلبر وقطعنا ديارة لقل القفر هذي مثلا اللي يمكن في الجزائر ولا في مالي نصدنا أدنب تباشر فيه إدام لنا صدنا وما في صيد يعني والصيد اللي نصيد يدمنه يقعد يوم إذا صار صمعنا صيد زايد عطينا البدو وستانسوا فيه خاصة للقطعات فأنصح أخواني صيد إدامك والحمد لله نعم لا تفاخر يعني صد شي بيز يربع مقامه لا يطمم مقامك ولا صد ألف ورفي جي صاد 500 يعني ما ننصح أخواني صيد إدامك وكافي يعني عدم التفاخر في العدد أعتقد يضبطتهم هيئة البيئة شوي مود والله شوف البيئة جزاهم والأخير حنا نتبع ولا الأمر في كل أمر ما نخالف ولا الأمر بس جتنا عندنا ظاهر الحين يجي وين جواز طيرك يأخذ الطير منك يعني هويت الطير وأعزكم نفس اللي عندهم كلاب واللي عندهم كطاوة واللي عندهم الكاسكو واللي عندهم ديور هذي يعني يجي راح أقرأ على الطير وأقول له وين طيرك ما عنده جواز أخذه منك ولا تصادر طيرك السايتس السايتس يعني حنا ما عندنا حنا عبور صجنا قل بس ما انتهت الطير يعني عبور ولكن ودنا أن هذا موروثنا ما يعني على علم أن كل الحكام الخليج صقاقين الشيوخ كلهم صقاقين صلى الله يحفظ بلدنا وحنا ما نعارض ولا أمر نتبع ولا أمر في كل شيء إلا بالحرام أرزكم بحمود موظفين هي تلبية يسأل صاحب الطير مثلا هو بسيارته يعني تجي تجي خاصة موظفات يعني تجي في البر تجي وين جواز طير وجهاز طير في البيت ياخذ نطير منه وطير له جواز أصلا له جواز ونزل اللي ما عنده جواز طير ضايع جواز زين هذا موروث أباءنا والجداد ستأخذ منه وتودي حق قلبي ما جيت الصدر نطير منك زين القانون هذا مسوينا مثل أوروبا للصقرة اللي عندهم سايد 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 مثل جواز الصقر ما يطلع إلا حق التفريخ فقط اللي ينتجون إنتاج والعابر هذا ما لا جواز ما لا سايد إلا اللي في منغولية أظن قبل شمس سنة الله يجزاهم خير البيئة جاء ناس متفهمين وحط وطرح كويت يعطون كل سنة لك حرين يعني الله يجزاهم فأنا في كويت موروثنا شيوخنا الصقاقير الحر جينا من ديرة متكاثر فيها الطير متكاثر فيها شون دش عاد الله يعلم شون دش وصلنا الطير فالصقر جاي من ديرة كلها تسقو فشدد وششديد يعني مبالغ فيه يعني خصونا لو أن العموم ما عايز قدر تكلم بس خصوها لو رو على الكاسكو بعد لو وعلى العموم يعني واحد معا شلب تعال وين جواز شلب وعز ك القطو هذا من 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 جايبة من جايب طير كاسكو من الحمام من من جايب طيور وين هذا يقول كويت شدد كله مخالف أما على السقوط تروح لفلبر وموظفات رايحة هلبر معها دورية يعني أمر غريب جدا جدا ما ما يحد يرضى يعني أخت أو روح أو مرأة تروح تدش عليك أنا ما أرضى أن تجيني مرأة فالبر تقول لي تحاسب ني يعني موظفات هذه موظفة المرأة يعني نشره يعني نشره على مرشحين عضاءنا نكلم عضو عضو مرشحين على الأمور هذه فنجي فقول إخوان لا مظاهرات ولا هطعن ولا تتسب ولا تتكلم نحن نتبع للأمر نعم نحن نتبع للأمر خلص ونبلغ مرشحين وأعضائنا ومنتفقهم مع الحكومة نعم وحمود إن شاء الله العلو عسى الصوت تنسم أول كريم آمين زيني وحمود في أشياء اختفت كانت موجودة في السابق واختفت في وقتنا الحالي سلوم 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 نعم سلوم سلوم يعني كنت أذكر سوق الطيور الشويخ آآ يبدأ ينبرس بعد صلات الفجر الساعة سبع ستون وسبع ما تلقى حتى تطلع ما تلقى حتى جاء وقت يبدون ساعة تسعة تسعة ونص ليصال الظهر الحين ما عد فيه سوق الطيور انتهى راحت آآ أصغار تخيرت الأولين عندهم سقار خدنا منهم الإيجابيات وخلينا سلبيات مو سلبيات كان وضعهم غير ما كان يعطون يطير لياغ جرد نطير ما يبون الطير يعني يعني في مور تغير تواجد وسلوم سقار تغير بعد يعني دخلوا ناس جدد ما تعلموا يعني ما في معيبة واحد سقار جديد مش شرط كموارثة من أبوي ولا جدي فهذه أتوقع أنا إن هي هواية الوحيدة اللي ما تجمع طبقة أو عينة تلقى الشيخ الفقير التاجر يعني جميع الطيافة المجتمع ما حتى يقدر يمنع في مور تغير فأنصح أخواني صغير اللي ما سير هالطير رجال هالطير هالطير عليه رجال يقص جرت احبار روح اطلع طير عليه هالطير هذي مور تغيرت اسلوم واجد تغيرت اختفت هذي خلاص ايه في مور تغير اتواجد الله يأتك العافية بحمود الله رحم الله قبلك كلمة الخيرة نبي قصيدة الله يتزاك خير والله تامر نيمر ما يمر لك ظالم سالله يحفظك أنا قصيدة يحبونها بعض الناس نعم أنا ما نقال لن أنت عن تامر نيمر هذه القصيدة تشرع نفسها تبعها شيلة بعض بس عاد سمحونا الصوت قلبي من هوى الدار مت مال كل ما دار الهوى ضاء تخلق كل ذكر بل حيا فيه مت علق ونسر عوده بصدري وبرق خاطري من سبعة البعد مت شلق ما بخص وصل للمو الدين وفراق ليت ما درب المطاريش متخلق تعال نتكلم عن الوضع الأيام هذا ليت ما درب المطاريش متخلق آه يا خد نقنصنا حراق الحراق اللي يقنص مرسمي جعل سحب الوسم لا جاه متدلق خد نلي عش الروح مش راقه خابر نهدش قر الريش متعلق متعلق تلتها يما المخامير دا الراقه لا تناهض أبر قريش متحلق خايف من قضبته الكف وطراقه لا كفخ متذير راح متسلق عرضوه الجير وفروخ لحاقه لا ترى لا ترى قلنا متخير منحلق منطير من العين للمقانيص مشتاقه الوقت هذا ناقنص ما ناقنص منعونه فالقصيدة هذه اسمح من ترصوت تعبار لا معذور أسأل الله يحفظك كل ما أخير يا أبو حمود الله شي بيض الله وجهك أسأل الله أسأل الله أحفظك وأنا شكرا لك أنت لتنبيه هذه الدعوة أنا ما جامل أنا دعيتني الله يجزاء خير ودشيت اليوتيوب ودشيت حساباتك أسأل الله أسأل الله أسأل الله وإني خايف ما جيت أنا ما قدر أجاملك أسأل الله يحفظك ليض الله واجهك ما قصرت وعلى اللقاءات الطيبة وأنا يعني ليشرف أن يكون موجود عندك أسأل الله أحفظك كلمة توجهها لأخوانك الصقاقي أنصحهم بتقوى الله أول شي طاعة ولي الأمر ومثل ما قلنا معروفين أهل البار والبحر بسعة البال ويعني ما يزعلون ولا يزعلون نعم أنصحهم إن شاء الله في طاعة والأمر ويحفظ على الصلاة بوقت الصلاة يعني أكثر القنوس والله ما صلي الفجر بوقتها في أسرة قانص أنتمنى يا رد أن يصير نفسي وهو قانص أهل الله جزاك الله خير والحمد لك الله يطيك العافية شكرا لك والحمد لك شكرا لكم على المشاهدة وفي الختام صلى الله عن النبي